وقع رئيس هياة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحية الشامل أحمد السبكي مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الأسبق والمدير التنفيذين لبيت الزكاة والصدقات صحر نصر وقع بروتوكول تعاون ثنائي لدعم الجهود المشتركة بين الجهتين لتعزيز خدمات الرعاية الصحية المقدمة لغير القدرين بحضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزر الشريف وأكد فضيلة الإمام الأكبر ضرورة تقديم خدمة صحية مميزة للفقراء والمحتاجين وتوفير أحدث المعدات والأجهزة والمسلزمات الطبية لضمان التعامل مع الحالات الحرجة والطريقة مؤكدا أن توجهاته الدائمة لبيت الزكاة وصدقات لاستثناء المرضى من الإجراءات الروتينية التي تستلزم وقتا طويلا لاستخراج موافقات الألاج لغير القدرين ترجمة نانسي قنقر